السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر اليوم اتناشر ابريل عشرين الابعة وعشرين. كان فيه طائرة بوينج سبعة ثلاثة سبعة. ودي تبيع لشركة مصر تهيران. دي متجه من الاسكندرية برج العرب الى المملكة العربية السعودية. اه واصدر يعني البرج المرأبة ان فيه حالة طوارق بعد وقت قصيد جدا من اقلاع الطائرة. ان هو في حالة الطوارق في الطائرة. وهي يعني بيقولون فيها عطل اه فني. وكده اصدرت الطائرة نداء الى رقم سبعة سبعة زيرو زيرو. الى اشارة الى وجود حالة طوارق. وهي كانت ذاهبة الى السعودية. لكن الحمد لله هي رجعت اه تاني الى برج العرب. والحمد لله الطائرة يعني اه بخير. لكن اه اشار موقع ان طائرة مصر التيران من تراث بوينج سبعة تاتة سبعة. بتحمل اشارة نداء اه ام ار اه ام اس ار اربعة اربعة تلاتاشر. ودي متجهة من اسكندرية الى جده. وبيعني بتشير ان فيه حالة طوارق في الطائرة. ده طبعا الناس طبعا عشان المسافرين في الطائرة. لكن الحمد لله هي اه رجعت الى اه برج العرب وكان فيه نداء استغاثة من الطائرة. ده حسب مواقع حركة الطيران الدولي. لكن اه الحمد لله هي الطائرة رجعت تاني الى اه برج العرب وربنا يسلم رب العالمين من كل اه شر. والطائرة قد هبطت. بغم هنا كانت اتخذت يعني نهج غريب اه في الحركة بتاعتها. لكن ان شاء الله الحمد لله هي دلوقتي بخير. وهنشوف ايه السبب ان شاء الله اللي حصل ده وقت في الطائرة. اه شوف حضاتكم على خير ودي كانت نمزة مختصرة على الطائرة بوينج سمعة سبعة تابعة شركة مصر الطيران. واشوف حضاتكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.